معنا بشوي سوحات العاشة بما انها اليوم اخر حسة متاعنا مبعنا في سباح ديوين في البرمجة الصيفية ونعرفوا لينها الاثنين تنطلق البرمجة جديدة متاع ديوين دونك نشكركم مرة اخرى اللي بشترافقوني واذي فرصة بش نجمو نواصل وحديتنا ونقاشنا كنا نحكيو على الارقام كنا نحكيو على الوضع المالي الوضع النقدي الوضع الاقتصادي كنا نحكيو على المنويل التنموي مول دي قال شنو والعنوين معتا العنوين الابرس في السياسة الاقتصادية اللي احنا ماشين فيها هتو هذي هو اه سائلك جوز تكملونا في الكلمة البول بيبا بش نحكيو على الاتخاد اتحاد اتحاد عنكم سيشوف التعريف البسيط والاولي جدا للاقتصاد شنو الاقتصاد انتاج توزيع وربح هذا مربوط بك ثلاثة اسواق اللي يقول لها نحنا اليوم مشكلتنا في تونسة ثم مظاهر اقتصاد سوق مش كنقول ثلاثة اسواق معناها ننظر الاقتصاد السوق لا لا سوق معتا واقعي وقاعي لا بد منه متنجي مش تكون تحكي على اقتصاد من غير ما تحكي على سوق سوق يد عاملة عرض طلب سوق سلاء عرض طلب سوق نقدية كذلك عرض طلب ثم ميزان الدفوعات وهذا اللي يهمنا نحنا خاصة في علاقة بالتوريد والتصدير اليوم نحنا في هذا الكل ما نش عاملين حساب حتى المبادئ القاعدية الاساسية في الاقتصاد في بناء سياسة اقتصادية واضحة قادر نخرج منها اكل عنصر المحرك الاساسي الي هو المنوال التنميه الي خليني الاسواق الثلاثة الي كنت نحكي عليها نوزها بشكل مش في نطاق مقتضيات النمو لا لا في نطاق مقتضيات التنميه على مستوى في اوي طبقي اجتماعي شراح اجتماعي لغير ذيك وعلى مستوى ايضا مناطق هي بيش تكون مناطق الجمهورية الكل حسب لي بوتونسياليتي متاعها والصروة امكانياتها البشرية والطبيعية والجغرافية اشت نجم تساهم في ذاك المنوال التنميه نحنا سياسة اقتصادية ما تتسميش ما عنداش اسم وبالتالي عايز على انتاج منوال التنميه يواضح النجمه نخوضوا به التجربة ذيه وانا نرفعوا به التحديات هذي اتفاضل بلبيب انا اه التواصل انا وتعقيبه بنانا الكلام على الصديق المولدي القسومي هي معناه في مسألة المنوال التنميه صحيح طول ارقاب اللي يعطي هدأ سي سويلم بركة لو فيه اعطي صحة اه مهمة جدا الى غير ذلك ولو انك ما قال هو الاقتراض الخارجي بكرا هون اهار كلا بطل يعنى ما حابوش يعطيه التونس من قروض جديدة لكن الاقتصاد الاقتصاد احنا تحكينا على ثلاثة انماط اقتصادية معروفة مناه في العالم احنا تود تصنيف نوين فما نماط الاقتصادي للرأس مالي فما نماط الاشتراكي فما نماط الاقتصادي المختلط احنا التونس مناس ليه مش من هذو بثلاثة احنا نماط الاقتصادي بتاعنا او اقتصاد ريعي اقتصاد رخص اقتصاد رخص بتاع عائلات اللي بدأ من سبعينيات القرن الماضي معاسي مرحوم الهادينويرة وقتها فبالتالي والتي تفهمها وكما حكينا مرة مرة مرتاح حكينا على اكثر بنعبر عليها وواحد ما هوش تونسي من اليوم برقامينيسا في الاتحاد الوروبي فكالتقرير الشهير بتاعه اللي حكي على عائلات تونسية تتحكم في مفاصل الاقتصاد ومرتبطة بدوائر اجنبية الى غير ذلك فبالتالي ما هوش اقتصاد منتج كنقوله اقتصاد منتج ما تنجمش تونس مثلا كدولة فلاحية تكون موردة الحبوب مش بعقول ما تنجمش وكأنه من السبعينيات مفروض عليها البلاد هذه اللي تكون تابعة معناها اقتصاديا وتستورد في الحبوب وقتلي هي بلد متاع انتاج حبوب مفروض احنا نصدر الحبوب مش نسناه في الحرب الاوكرانية الروسية وفي اتفاق بتاع اردوغان مع مع بوتين بش البحر الاسود مناد تبدأ حركة بالتالي احنا اذا الاقتصاد بتاعنا ما هوش اقتصاد معناها معناش نمط او منوال تنموي واضح يمكن ان النمط الاقتصادي اللي كان واضح في زوز فترات في تاريخ تونس بعد الاستقلال الفترة الاولى مشيت في بناء دولة الاستقلال وابنين على الجانب الاجتماعي ثم مع الهادينويرا مشينا في نمط اخر من وقتها قعدنا يعني كل مرة منوال يتعايد حسب حسب الواقع حسب يعني متطالبات من في السلطة ما فماش رؤية رؤية اقتصادية واضحة نعطيك مثال في الرؤية احنا لو مثلا لما جي بعد موت سي تونغ في الصين مثلا هنمشيو المثال احنا ربما معناها الصين عاشت فترة مع موت سي تونغ وصل الشعب معناه المجاعة معناه وانا الشعارة كبيرة الثورة الثقافية الثورة الثقافية تيماتوا 13 مليون شخص مجاعة معناه في الفترة ذي كبتاستينيات كي جيت دنك سيو بينغ عام 78 عمل ما يسمى مقتقال حافظ على النظام كان نظام شيوعي لكن الاقتصاد رده رأسمالي سوشيال ويكونونيك ماركت النظام شيوعي النظام شيوعي ولكن الاقتصاد رأسمالي وشوف الصين وين وين لات وقال سنبدأ ونصح الصينيين قال على خمسين سنة قادمة سنحاول بناء القوة دون الإعلان عنها تيفجاج جيبينغ الحالي مش سوف باوري تيفجاج جيبينغ الرئيس الحالي الصيني قال هنا وصلنا خلطة اللي قالوا ديكسيو بينغ قبل خمسين عام ووصلنا حققنا معناها الصين القوية اللي تنجم تعلن عن نفسها لليوم وليت المنفس الأول للولايات المتحدة للولايات المتحدة الأمريكية لكن المنوال الاقتصادي كان واضح واضح معناها من الأول اقتصاد رأسمالي رغم اللي النظام حديدي مناشيوعي لغير ذلك ولكن شوفنا خلق الثروة في الصين واللي أصبحت أحنا توى صحيح محناها تونس كدولة رأي قادرة باش تكون دولة منتجة محناها رأي ساعات يا مريم من هديما نعودوها وينساج تخلينا نعودوها رأي كنقولوا مثلا تحط تونس على خريطة العالم من المستحيل باش تكون دولة فقيرة هذي بالجغرافيا وبالطبيع وربما أشوف في علاقة بمفهوم ومبادئ السياسة الاخصادية تتمتا لكلام صديقي سيبو البابة الخلل في الاختيار في السبعينات أنا مشينا في ما يسمى سياسة تعويض الواردات لنبور سيبسيتيشون تعالش معناها الخلل فيش خلق لنا أولا تدابر ما يسمى بالفوضى النقدية ولينا تعرف أكل أسواق الثلاثة بتاعنا دنيتنا الكل الشانتي بتاع الاقتصاد الكل في مستوى أول نخدم باش نصدر باش نعوض الواردات والحال أنه أحيانا الواردات من المفروض هي اللي نصدرها شمعناه ولا اقتصاد خدمات أولا عنه ثم صناعة تحويلية معدل تصدير ثم الفلاحة جاءت مسكينة العاتج الرعيف في الخارج نحن في تحدياتنا وقتها كان من المفروض الفلاحة قبل كل شيء ليش لأن ولينا نعمل في السياحة افترض السياحة كاقتصاد خدمات باش ندخل لعملة باش خرج نشر الجمح هاي المصيبة دونك من الخلال اللولاني اللي اقتصاد مبني أو سياسة اقتصادية مبنية على سياسة تعويض الواردات كان الخلال الهيكلي اللي امكانية تصحيحه لأنه تعرفش عليش كيما من يومين تقريب نسمع في احد المستثمرين في المجال السياحي قال طيب اذا كان باش نعاود نهيكل المنظوم الاخصادية سبعمية ووش وحدة سياحية وخاصة نحن اخترنا على خمسطاشنه على سبع هكتارات ثانيا لنا بفريتي كراه وسمى حاجة معطى هذي دراسة موجودة في السيراس ونبه لها الله يرحمه مصطفى الفيلالي مؤسس السيراس طرف وقالها مني لي اول وزير في اول وزير في نبهنا قلنا وحدات السياحة هذية الماشية على السياحة الجماهيرية لتوليزم دماث راهي استهلاكها من ميدة المائية متعم ما يغطي احتياجات الف وخمسمائة هكتار كل واحدة متاع عربعة نجوم الف وخمسمائة هكتار من الزرعات الكبرى ريت اقتصاد خدامات اتدمر لسوفرانتي ايكونوميك متاعنا نحن اللي هو مبني اساسا على كي ما قال سيبوا باب اولوية العامل في لاحن اللي نحن ما انتبهنا الخيار اللي مشي فيه يعني يعني بعض دول الاستقيل انه يجيوا اليوم بقطة ضاياة اللي يسمى الانفتاح انا ذاك وهو كي ما قال نجمال كان فتحة على مقفول معنا في نهاية الامر انا عندي فتحة على الاشهار كنت حبوه حوارات نقاشات اخبار ربح عديد الفقرات دوسيات وبرش حكايات كل يوم اثنين للجمعة من الستة للعشر متاع السباح معي انا مارين بالقاضي وكل الفريق سباح ديوين سباح ديوين سباح الخير منك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسا متابعة لأهم مواضيع الساعة مرسلين من كل بلاسة ينقلوكم كل كبيرة وصغيرة على عين المكان منك نسمع الاميسيون نجيكم كل يوم اثنين للجمعة من العشر نص نهار معي انا هودر ورغمي على ديوانة فام مع بعضنا السيف يحلى ديوانة فام صوتكم هوني تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوانة فام نحكيه سياسة موضوع يمكن ما اخذيش حظه على اهمية اجتماع مكتبه التنفيذي في العادة واخلي يكون فهم اجتماع مكتب التنفيذي موسع الاتحاد العام تونسي للشغل يكون حدث حدث الاعلام حدث الصحافة احديث التوينسا ونسمعه التصريحات والتصريحات نعديها يعني في الوسان عادينا التصريح والاثنين انه اليوم سيد نوردين طب هو بيحكي على الحوار ولكن ولكن ما شاهدناه انه هذا الاجتماع الاخير كان اجتماعا باهتا لماذا مولتي وفعلا هو حتى من باب تجربتي النقابية على الأقل وقراءتي قدش عمرها اربع قرن عملنا اربع قرن وكيفية جدا باشتهمي الاتحاد وباشتا تخول لك انت باشتخولي لحكم على الاتحاد بصحة عين مش هتبجر او بصحة عين والاخوة والاصدقاء نقابين ونقابية تسمعوا فيه ويعرفوا من اكون على كل حال شوف كنقر الاتحاد اليوم بدءا من نظام الداخلي القانون الاساسي الهيئة المتاع وبنية التركيبة الى غير ذلك رأوا اجتماع مكتب تنفيذ الموسع كما هاي داري او هاي داري موسع هذه اجتماعات تتعمل على ديب بونكتواليتي حاسمين ومهمين جدا يعني وكأنه تحتاج الى قرارات عاجلة طيب عملنا تنادينا الى هذا اللقاء هذا المكتب التنفيذ الموسع ولكن تقريبا تبين انه غير مسموع يجب نرجع ونلوجع على الاسباب العميقة والجوهرية الاتحاد عنده ازمة داخلية ساهمت في يعني تعميق الازمة العامة وهو بش نقول لك علش لما كان شريك فعلي وفاعل في كل السياسات وكل الخيارات تقريبا منذ 2011 حتى الـ 25 وكان خطأه انه اطلق حكما مستعجلا وبشكل بسرعة البرق والعدو الريفي البيان بعد 24 او 48 ساعة دايور تذكروا اللي كل الاحزاب كانت تستنى في الاتحاد البيان بشي خرجوا في قراءته الـ 25 جويل فاعتبره تصحيح المصار وتبنى ثلاثة مع عناوين كبرى متاع سيد رئيس جمهوري انا ذاك لما قال سنصح مصار الثورة سنعيد السيادة الى الشعب وسوف نبني الديمقراطية الحقيقية اليوم ثلاثة شعارات مارسة ضدهم مصار الانقلاب على قيودها الاجرائية اصلا هو من اصله انقلاب بالمعنى السياسي انا كتبت فيه قلت هو انقلاب تعديلي فرضته الظروف بعد انقلب حتى على مبادئ والقيام الاجرائية الاتحاد ارتكب هذه الخطيئة خرج من نطاق دوره كسلطة اجتماعية تعديلية ضدية من المفروض ضدية لخلق التوازنات ولكن هل الخطيئة هذية ما تعتبر هاش يمكن في تقييم الخطيئة الثانية قبل الخطيئة الاولى اللي هو المؤتمر متاع اوت والفصد العشرين الشهير هو انا ذاك ماشي في استراتيجية اه او تجاوز الوهن الداخلي الازمة الداخلية متاعه في بمنطق الانخراط في مسار خمسة عشرين جوليا وبالتالي سنحير جماهيريتي من جديد وشعبيتي الى غير ذلك وهذه تنجم قد يمكن ان تجب الازمة الداخلية او هي ازمة الاتحاد في حقيقة الامر الداخلية كانت اثار على مستوى الخارج دور الخارج من اجل ترميم ما هو داخل بينما منطق الاشياء يقول القواعد علم التنظيم تقول انه يزمك ترتب بيتك من الداخل على مستوى البنية التركيبة الهياكل الى غير ذلك ثم بيش يكون عندك دور حيوي على النطاق المحيط الخارج اللي صار الخطيئة الكبرى من 2014 لما كان وانا كنت في القسم تاع الدراسات والتوثيق مع الاخ انور بن قدور من اللي بديت فكرة انهم بيش يعدلوا النظام الداخلي انا غادرت واخر دراسة عملتها معاهم تقريبا كانت زوز دراسات خرج معاهم زوز كتوب الاخراني كان الشباب العام لو بناء ثقافة المواطنة في تونس بعد الفين وحداش كان سبب مغادرتك من بيئة طبعا خلافات حتى حتى لما كان الاتحاد كانوا خبراء البنك الدولي قبل ما يتعدوا المهدي جمعة قبل ما يتعدوا من بعدها الرئيس الحكومة كنت حاضر ويتعدوا للاتحاد لجنة الخبراء بالاتحاد بيش يتحطهم على انا مثلا من الناس اللي كنت معترض للسن اللي يجيب بيش يجيب تمويلات او يدعم مراجعة مجلة الاستثمار يقول دي احنا حاجتنا مش مجلة الاستثمار اللي من اساسها مجلة شوية تشجيع او امتيازات لبعض المستثمرين حاجتنا نمشو في مشاريع التنموية كبرى معناها بيش تخلي سلينا تبعد المقارب فالتي عاد بيدو انخرط في هذه التوجهات يعني التناغمة تقريبا مع التوجهات كل الحكومات لين جاء لحظة معينة على مستوى الداخلي كان الهاجس امتاعه هو يعني التمديد وبالتالي الفصل عشرة اللي يولى عشرين هو سبب الازمة الداخلية لانه ما علاش اضطرهم بعدين التعديد لانه لما عملوا مراجعة النظام الداخلي بتعلتي فتح الافاق بتاع القيادات الشبابية لغير مبعث اهم المدوني الجور وحم في عركة ضد انا ذاك اخوانة المجتمع او اسلامة المجتمع وبالتالي الاتحاد وكأنه سيصير على هد من التجربة السودانية والتركية هذو ما اعرق تجربة نقابية تقريبا الثاني اعرق تجربة نقابية في افريقيا اتحاد نقابات عمال السودان هبت ما يسمى المباررة وادخله في مسار من التفكيك الانتقائي تم تدمير عمل نقابي لما جال اسلام السياسي في تركيا الفين واثنين كانت تركيا ذاها ثاني اكبر عدد مخارطين في دول المتوسط اليوم عندها اربع فاسة خمسة هبتت من ستين بالمئة من قوة الانتاج قوة العمال كانت من خارطة في المنظمة النقابية المنظمة النقابية العملية تهبت بالتعدد النقابية كما عمل البشير وغيره وبالتالي الجماعيات الخيرية التي تسحب من هذه دور الاجتماعي ومن داخل انخراط الاسلاميين بجيش عرم من منتسبيل حركة ناذك وكانوا فكوا نقابات اساسية شا عامل قال لك نمشي نزطر نعد لك الفصل وهذه الخفايا ما يحكوش عليه وهذه حقيقة الامور متاع انسان كتب عليها وحللها وعلى مسئوليتي بشي قال لك تخوفا من كل ذلك يزم ضمان استمرارية القيادة اللي عندها خبرة وما إليه خاف يطلع لنا قيادات جديدة ناقصة خبرة وإذا بهمت سقطوا في المحظور أو الدبلوم أولا ما ضمنوش التداول كما هم يحبوه ثانيا ضحوا بالمسألة الديمقراطية داخل والتداول اللي كانت ميزة الاتحاد على الأقل لأنه كان قارنوه بنقابة العراف اللي بيناتها معمر في الأمر في ال46 من عام ال46 ومعام ال47 ندنجو الاتحاد عامة الشغل أما التداول اللي حداشن قيادة لو استثنينا بشير باللغة في الخمسة الخمسة وستين اللي هو كان منصب بينما لديه كان أمنة خمسة قيادات فقط يعني منسوبة التداول مختلفة كثيرا اليوم نجي الهياكل النقابي ثانيا كانت تداعياتها على ضعف آداء القطاعي والهياكل القطاعية ثالثا أزمة ثقة معه الطرف المفاوض خاصة وأنه الطرف المفاوض لا يؤمنوا بالحوار والدليل أنه القانون متاع سبعتاش ويليا الفين وسبعتاش قانون ربع وخمسين مش مرسوب ربع وخمسين متاع اثنين وعشرين قانون عدد ده ربع وخمسين سبعتاش ويليا الفين وسبعتاش اللي أسس باقتضاه المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي أو المجلس للحوار الاجتماعي أجهضه قرارات قاية سعيد ألغطه تماما يعني أنت إزاء السلطة لا تؤمن بالحوار لا تؤمن بالإجسام الوسيطة ومع ذلك معظم في هذا ومشيت معها تداعيت إلى مسانداتها بشكل مطلق ما كنت بتاعها سل قدمت له مبادرة بتاع حوار قال لك لا ما نسمعكش هكا قبل بتسعة شهور من قرارات خمسة وعشرين جويل مبعد ترجع له بنفس المبادرة أعتقد هذي فيه قلة نضج بش نمش وتوى الحل شوف الاتحاد توى بش يحل إزمة الداخلية يلزم أولا يعاود يعيد النظر كليا بآلية واحدة عطا نسمعها مبعد ولكن لما يحل الخارجي بشكل عام والديناميك دو كونفيرجونس جديدة تنجم تلبمت بها الناس وبالتالي تفرق اليوم الاتحاد غير قادر أنه يهبط مسيرة في الشارع قال لي نحن سياسيين محتاجين كمواطنين مش كحزب سياسي مش كفعالين سياسيين مواطن تونسي ما نبيه يعيش في نطاق وفي نصاب من الديمقراطية يشوف فيه الشارع يتحرك ويعبر اليوم الاتحاد وما أدراك عايز على ذلك بشعل أزبط القالية الوحيدة هو شنو أنه يمشي يعمل مؤتمر استثنائي يشتغل على معطياني أساسيين مراجعة التعديل تقترح مؤتمر استثنائي كمواطن تونسي يهموا الشأن الوطني ويهموا الاتحاد أكثر من أي مواطن تونسي لأنك أنت تعرف الاتحاد باش ينقضوا ويربحوا الوقت يراهم داخلين في جولة في سيكل متاع إذاعة وقت في الفيرة يمشي ويخموا في مؤتمر استثنائي تكون عانوين أولا المؤتمر استثنائي انتخابي باش يطلع قيادة تتفق عليها القواعد العملية والهياك والكل بشكل ديمقراطي المؤتمر الثاني أنه في نفس المؤتمر يتم مراجعة التعديل الفاسد لأنه التعديل هذاك سبب الخراب وسبب هذه الأزمة باش وقت الاتحاد يرجع فعلا مكينات وكلها تتحرك ويسترجع المصداقية والثيقة في الداخل والمصداقية والثيقة في الخارج هاو كالجمعة الأخرى عملت مقترح أعملوا المؤتمر متاعكم رو مش معقول مع انتها تقدوا بليش مؤتمر واليوم هو مقترح المؤتمر في تفاعل مع اللي قالوا مولدي وفي قراءتك لوضعية الاتحاد طبعا تقريبا نتفكر مع الكثير مما قاله الصديق المولدي في تشخيصه لأزمة الاتحاد العام توسي للشغل واللي الاتحاد كما معناها مجمل المنظمات وحتى الحزاب تقريبا أصبح الحرص القديم هو الذي يحكمها ويشيطر عليها هذا شفنا وشفنا المتقاعدون معناها لفوق 60 سنة فوق 70 هما المسكين سوى بالأحزاب ولا بالاتحاد معناها اللي تعيشها للبلاد ولا حتى ربما للمزاج بتاع التطلعات الشباب والجيل الجديد معناها بالحق فما مسافة كبيرة في التصورات وحتى زادة في التطلعات بهي هنا الاتحاد تقول قيل اجتماع انت مريم مكتب تنفيذ الاتحاد اللي كان قبل كانت الفرأس ترتعد عندما اجتماعه وعندما يعلن عن اجتماعه وكانت كل وسائل الإعلام تقريبا تصلت عليها الظوء وسبق وما شبه ذلك وتقريبا كل المنصات تتجه نحو المبنى لتدارس ولاخد تصريحات حول هذا الموضوع حول الاجتماع عن مكتب التنفيذ عليش تغير هذا يكون عليش شفنا اجتماعك كما اذكرت انت بيت تقريبا ما فمشك المتابعة ولا اللهفة لمتابعة اخباره لانه والد التسريب كما قلنا من اجتماع مكتب تنفيذ موسع الاتحاد لان الاتحاد الان تقريبا يعيش في اسوأ واضعف حالته في اضعف حالته وتقريبا وقع يعني تحجيم دوره بطريقة معناها خلاته هو بسبب السياسات الخاطئة اللي مرسها واللي عدد البعض منها المولدي معناها تول الاتحاد اللي كان قبل شريك اساسي توسعات بعض القيادات النقبية معناها تنكر ذلك وعن مش عارف عايش تنكر لما تقول هي كانت شريك فاعل بعد الثورة في كل تقريبا المحطات السياسية اللي عاشتها البلاد ما كانش فما رئيس حكومة يتعين بدون معناها موافقة الاتحاد كانت فما وزراء يفرضهم الاتحاد يعني ودي فما ساعات مدير عينه وقت وزير وزير الصحة وقت سعيد العادي ذو خلفية عسكرية في مستشفى سفاقص ما تخلش البيرون تعه ما يريح حقائق هاو ساعات يتعينوا مسؤولين ذو خلفية عسكرية وين هو الاتحاد مثلا إذن هنا الاتحاد انخرط مباشرة في الشأن السياسي والاتحاد تقريبا ما ننساوش حاجة زادة فحتى في العشرية الماضية انخرطوا في الشأن السياسي لو حقق مكاسب اجتماعية زادة باش نكونوا منصفين حقق مكاسب اجتماعية للطبقة الشغيلة حقق مكاسب موجود هذي أدمج الكثير من عمال المناول أدمج الكثير موجود هذي لكن الدور السياسي نقص ولكن زادة الاتحاد كان في الفترة هذيك مريم ما ننساوش كان هو تقريبا يعني منصة لبعض الأحزاب لتمارس به ضغط السياسي على الحكومات المتعاقبة إذن هذا زادة معطى مهم القرار اللي اخذاه الاتحاد هو سنة 25 جولية سنة 25 جولية ولكن تعامل السلطة مع الاتحاد ما هوش تعامل تعاقبال الاتحاد كان ينتظر وكان وقبل معناها كانوا يترجعوا معناها في دعوة الاتحاد وفي حضوره يخي حتى الدعوة الحوار الوطني 2013 كانت معناها دعوات من السلطة الاتحاد يتدخل ويتوسط وكل الأحزاب أنت حكيت على ممثلين بانك الدولي وليفمي مروا على ساحة محمد علي كل الأحزاب كل الأحزاب ولي عنده مشكل كان يمشي للاتحاد مهما كان حتى الدستوري الحر كانت تذكروا يعني الصورة هذيك ورئيس حزب الدستوري الحر اللي هي تدعو الاتحاد وسيد نوردين طبوبي للتدخل كل حتى هو السيد الباجي قاعد سبسي ممشا ٢٠١٢٥ جميل يزد وقتها ٢٠١٢ حتى ريت صندوق النقد الدولي كانوا يطالبوا بأن الاتحاد يوافق على هذه الإصلاحات لأنه كان دور فعل هذا في الأول لكن بعد ما عاش طالبين ده ما هو بفق الاتحاد يعني يعرفوا الاتحاد ضعفة تماما شكرا لكم احنا مش نمشي والتيك نيوز ومبعد جي بحضينا سعيد نحلو دوسي احنا مش نواصلو دوسي المبيتات الجامعية الخاصة وبشي داخل معنا مدير العام اللي هو فتابعوا الوزارة التعليم العالي بشي هاتينا كل المعطايت